يعني أن تقوم إيران بإحراج الإطار وحكومة الإطار بالقصف المتكرر على العراق لأكثر من مرة وتضعهم في مأزق بهذا الشكل هسا اللي كنت تسميه حالة شاذة إذن هاي الحالة بوصفها ماذا؟ أن تحرج حتى حلفائها هاي شي سموه أنا ما أشوف إحراج يعني ما يخالف شو أن موه؟ أنا ما أشوف إحراج شو شوفه؟ أنا أشوف أنه أكو توزيع أدوار أكو توزيع أدوار وهذا طبعا الكلام مو بس أنا دا أقوله أكثر من متحدث حتى من الإيرانيين في وسائل الإعلام العراقية والعربية وبعض الشخصيات العراقية بما فيهم نواب بالبرلمان طلعوا وقالوا هذا الكلام يعني قالوا هو توزيع أدوار المقاومة إلها دور جايت مارسي السياسي إلها دور الرجل الدين إلها دور أبو البنوق إلها دور أبو فلاي بغداد عدة دور كل من جاي يؤدي دوره ما هو الدور الذي تؤديه إيران الآن؟ تقاطع الأشياء بس بهاي المرحلة تحديدا إيران عدة استراتيجيات أنا يعرف أكو أستاذ شيخنا أنا أريد هذه قموميات الاستراتيجية الإيرانية بعد قصف أربيل لا إيران معروفة عدة استراتيجياتها أخي الفاضل إيران عدة استراتيجياتها يعني أنا أخي ما نضلع عمرنا كله إيران هي مو خطار بالمنطقة إيران مو مثل أمريكا مو مثل بريطانيا من تجي تجي خطار بالمنطقة يومين سنة عشرة تروح لكن إيران دولة مستقرة هذا مكانها بالمنطقة بقد إتة هذه الدولة هذه سياستها هذه استراتيجياتها بس إيران مثل ما الآن هي مهيمنة على العراق على اليمن على سوريا على لبنان على غزة هي هم تتمنى تهيمن على الافترض السعودية هم تتمنى تهيمن على الإمارات بس السعوديين عدهم دولة عدهم قيادة عدهم زعامة عدهم ناس اللي يعرفون شون يحمون نفسهم شون يحمون مصالحهم ما هم أعداء لإيران بس بنفس الوقت عدهم يعرفون منه مركز القوة بالكرة الأرضية ويعرفون شون يقعدونه ياه وشلون يمطون اللي يجب أن ينطي ويأخذون اللي يجب أن يؤخذ وهذا هو اللي لازم يكون هذا اللي الإمارات دولة هل قدوته ماشي ما أكو قصة هل إيران هل إيران وأمريكا متفقان على تبادل الأدوار الذي يعنيتها في العراق وخصوصا في قضية قصف أربيل وما سبقها وما سيأتي لا لا طبعا شنو معنى متفقين أخي إيران وأمريكا يخوضون حرب ولكن إيران دولة وأمريكا دولة إيران تفهم شنو منطق الدول وأمريكا تفهم شنو منطق الدول بس هاي قطعة القاعة اللي اسمها العراق سيح ما بيها لا دولة ولا مو دولة فهي أرض مفتوحة وبيها مال وبيها رجال فمفتوحة للطرفين تقاتلون بيها لماك بيها كل شي ماكو سيح هي هاي قلت لك إحنا سيح إذا تريد سوي دولة إذا تريد سوي دولة عليك أن تختار صديقي أنا أقولها للمرة الألف اللي يفكر بدولة بالعراق عليك قبل لا يبيع لي شعارات وحب جي قاير عليك يقرر إما الذهاب مع أمريكا وحلفاء أمريكا ويصير عدة دولة تشبه أمريكا وحلفاء أمريكا لو يروح ويا إيران وروسيا وجماعتهم ويصير دولة تشبه إيران وروسيا وجماعتهم اللف والدوران هو هذا الضيء على العالم هسا اللف والدوران أنا راح تبنى فكرتك مكشي بالنص راح أستنتج من فكرتك أنه لو روح ويا إيران لو روح ويا أمريكا ونكتب لنا قطع على الحدود العراق للبيع لا ليش من البيع أخي أنت أعظم من بريطانيا هي بريطانيا محددة مصيرها ورايحها ضمن تحالفات هي روسيا الصين ضمن تحالفات بس العراق تريدونه يا أخي هذه المفاهيم اليسارية دمرتنا دمرت الشعب العراقي هاي كلمة السيادة ذبحة الشعب العراقي كافي كافي وهان اللي يريد مستقبل يشوف حلفاء هذا معناها شنو من البيع شنو هو العراق حتى نترى شعب ميت من الجار شميه هو العراق